من ضمن الاسئلة لو انا خرج اداب عبري هلينفع اشتغل في المدارس بعد ما اقدم على دبلومي الطربوي? الحقيقة اداب عبري اه حضراك هتدرس لهم? اكيد مش هتدرس لهم عبري. فهتدرس ايه هنا? هتدرس مسلا لغة عربية? اكيد هتشترطه ان المؤهد يكون لغة عربية. وكذلك لو اداب انجليز هي درس انجليزي. ولكن اداب عبري هتدرس ايه? طبعا انا ممكن انسلخ بقى من جلدي وشوف لي مسلا رياضة ولا شوف لي حاجة ادرس فيها. في هذه الحالة في كتير جدا من المدارس اه لا بتشترط ان يكون المؤهل الاساسي هو حاجة متصلة بمجاليات التدريس زي تربية او حاجة يقدر يدرسها زي انجليزي او رياضيات او علم نفس او هكذا. اه لكن ممكن تشتغل بقى في دروس خصوصية او هكذا. دي طبعا ملهاش الجدار او والحاجات دي. وانا شخصيا نعرف حد كان يعني خريج كلية زي من الكلاب بعيدة تمانع على تدريس وكان بيدرس عادة رياضيات بس هو كان شطر فيها وشطر في الشرح فكان بيجيب طلبة. لكن في المدارس او كده مش هيكون متاح هذا الموضوع وربنا وفقك واكتبك كل خير بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة المزيد من الفيديوهات بتوفيق.